فالمشكلة عكسياً في اعترافات ما بعد التحول نسمع كتير على لعيبة كانت في النادي الاهلي ومشي تراحت اماكن تانية عندها فرصة انها تلعب حقه زي ما انت بتسيب اللاعب اللاعب من حقه يسيبك فالمشكلة لما تروح نادي تاني تنقلب حتى على مشاعرك اللي انت كنت بتقولها وعلى كل كلامك واعترافاتك واخلاصك اللي انت كنت بتقوله ملاحدش كان بيقوله ويبقى الهدف باستمرار كسب ود النادي ده عشان فرصة عمل ويكون ده على حساب الاهلي اخلاقياً ده كلام قليل قوي وفيه منهم اللي بيعترف يعني وليد صلاة عبد لطيف طلع قالك انا لما قلت في قناة الزمالك على كابتن الخطيب اسطورة طلعوا عيني اضطرت اطلع اقول لها مش اسطورة فبيعتذر يسيلي كابتن سيد عب حفيز قال لك كان مطلوب مني كده كانوا بيقولولي في الاربيس كده والرجل بمنتهى الاحترام يعتذر للنادي الاهلي لرئيسه واللي سيد عب حفيز واحد من المتحولين بشكل واضح جداً على حساب الاهلي بالإساء له دايماً محمد عبد الله اللي جيل للنادي الاهلي من الاسماعيلي لعب في الاهلي شوية وراح الزمالك دلوقتي الكلام كله عن الاهلي سالبي هسمعكم فيديو لمحمد عبد الله ومعاه عمر سماكة اللي نموذج مختلف عنه والكلام يخص المهندس عدلي نرجع له بعد ما نشوفه عدل القيع واحد من اهم ان لم يكن اهم من استلم هزا بلات في تاريخ النادي الاهلي المهندس عدل القيع مهندس الصفاقات وزكاء وزكاء حاد سؤال بقى للتاريخ هل المهندس عدل القيع يا ولاد هو كان موجود معك ويمية اه طبعا وكن بعمل كل حاجة الفترة دي انا لسا لسا قبل ما اخوش بقى للسماكة وانا اهول مئة الف جنيه بسيكها في حياتي كان من المهندس عدل القيع فشاقته اقول لجا الحاجة انا عدت الان تحوالي في الاسماعيلي يعني اه امري كل في الاسماعيلي انا مسكتش تلاتين اربين الف جنيه على بعض مثلا توتا المرة واحدة رحت للمهندس عدل القيع بس نص ساعة اخدت مئة الف جنيه سبيته سبيته لا هو كان يعني ساحر ساحر مقنع جدا ساحر ومؤسع جدا وطريد بقى الاقناع طريد الاقناع يعني انت عندك ناس بتحوال اقناعك اللي يتروح لا زمالك انا يعني اللي هاخده في الزمالك دابلر على طول اضع اه كل حاجة ومحمد اكيد فاهم الكلام ده انما انما هو اقنعني ان انا اخد الفلوس دي هو عده على الفلوس دي ومشيت مبسوط طبعا دي شطارة ايه طبعا شطارة اقناع وطايمنج متاع الصفقة وامتى بتحرك وامتى تحس بالجدية لا وبيقول لك ايه؟ وبيقنعك ازاي؟ بالزبط بتي تفرق معالاك بيقول لك انت انا كواحد موقفة انا لمحطط لي دعف الفلوس والنادي بحاجة من لدي الزمالك بس يعني اقناعني ومشيت من عنده انا مبسوط وأنا عارف الرقم واتكلمنا في الرقم ودفعت 100 ألف جنيه من فلوسي كمان طيب في الذاكرة أنا دفعت 100 ألف جنيه من فلوسي لنادي الترسانة بص يا جماعة المهندس عدل القيعي في مهارات الإقناع والتفاوض يدرس يدرس بجد لأنه أولاً هي دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى بس كمان يضاف إليها أنه عنده دي إن إيه الأهلاوي فعارف كويس أوي سمات اللاعب اللي يناسب الأهلي أو اللي ما يناسبش الأهلي تقديمه للنادي الأهلي لللاعب بيظهر له النادي الأهلي برونقه وقيمته عاملة زي ودي جزئية المهندس عدلي لما كان أمير توفيق بيتفاوض مع الفلسطيني وسام أبو علي قالوا يا أمير كلموا عن نادي الأهلي يا أمير بيّن له النادي الأهلي لأنه طبعاً فيه تفاصيل كتيرة للرجل الفلسطيني اللي عايش بره ده ممكن يجهلها فلما بدأ يكلموا عن نادي الأهلي رجع أمير كلموا من سعاد لقال له إيه ده باش ماندس ده الولد تحولت يا باماً لما سمع الكلام هي دي المهارة وهي دي الشطارة اللي تكلم عليها عمر سماكة وحنجيله واللي تكلم عليها محمد عبد الله اللي الحقيقة من حقه يشتغل في الزمالك بس في كل جملة بيته قال إيه بيدخل بعكس ضد النادي الأهلي رغم أن النادي الأهلي ما عملوش حاجة خالص ده هو قال لك أنا أول مرة أمسك مئة ألف جنيه في إيدي كانت من النادي الأهلي في بيت المهندس عدل القيعي إيه الحكاية تبتلني يعني ملابسات التحول ده لا مليش دعب التحول ده يخصه لكن أنا أظن أنه هو كابتن محمد عبد الله ما أسمعش منه أبداً غير السنة دي ما يسيق للنادي الأهلي أبداً في أي لحظة بالعكس ده إحنا إحنا روح نخدنا كابتن محمد عبد الله والسيرنا بتاعته من الإسماعيلية أنا والكابتن الخطيب في الإسماعيل ويتغدينا في مطاعم في الإسماعيلية مع مجلس الإسماعيلي آه مع مجلس إسماعيلي والديل كانت نتيجة تمسك كابتن محمد عبد الله الشديد بالنادي الأهلي هو ده اللي خلاها جاه وصفقة كانت كالعادة مربحة مديا الإسماعيلي وخدوا من ضمنها لعيب بيلعب ليبرو كان اسم محمود شيكو كان من أبرز المواهب الصعيدة كنا جابين من المؤولية فأنت بتاخد احتياجاتك في مكان وهم بياخدوا احتياجاتهم في المكان اللي نسيبهم ومبلغ مالك أنا أما بسمعه دلوقتي مش حاسس أنه نفس الشخص نفس اللاعب اللي كان حماسه شديد جداً ويجي النادي الأهلي جداً وأنه كان سعيد في النادي الأهلي وخد بطولاته وخد يعني ممكن جداً طبعاً أنه يختم حياته في نادي آخر يجد مشواره بعد ما يبطل في هذا النادي لكن استمتع بناديك الجديد لكن دون أن تسيلي نادي لم يفعل معك شيئاً غير كل خير يعني هو بيقول لك أنا أول مئة ألف جنيش فتاف حياتي من نادي الأهلي من نادي الأهلي وأنا وعاد لي ما دفعه منهوش من جيبه يعني يعني ربنا طبعاً يهدي ويوفق لكن هو تحول أنا ما عنديش تفسير له غير أن أنت اجتهدت وقلت عاجات لكن عمر سماكة اهيبا مثلاً من الترسانة وده حقيقي عمر سماكة دي من أغرب القصص لأن الاستغنى طلع وستلى منادي الزمالك من الترسانة من الترسانة مقابل مليون وستمائة ألف جنيه ودفع الشيك وأنا قلت يا حسن فريد يا حسن أنت معاك الشيك وأنا معايا اللعيب اعمل هولد وفي الآخر علق الأمور عايش تصرفه انت حوره بس عشان ما ترجعش تقول لي أنا كلمتك كلمتك قبل زمالك ما تكلمك واتفقنا فجأت ان انت طلعت للسيغنى كده وكان اللعيب موافع النادي الآلي تعال أنا وانت نسأل اللعيب شوف عمل ايه قال لي أنا ما أقدرش ان أنا تقول لي خد مليون وستمائة وزمالك يقول لي خد مليون وستمائة دفع مليون وستمائة طب وأنا بديك طلع عشان إرادة اللعب فعبر سماكة قال له حضرتك عايز كام فترى قال له زودني مئة ألف قال له حتفحنا اوه وهو لعب ظروفه على قد وقتاه وحصل فعلا اعتذر لنادي الزمالك وانتهى الموضوع على كده يعني وثمسك عمر سماكة بالنادي الآلي لكن يتحدث عمر سماكة رغم أنه ملعبش كتير برضو في النادي الآلي بالعالفان ها تسمعه واتكلم عن الآلي آه طبعا لازم أسمعه وتكلم على الآلي نسمع عمر سماكة في كلامه عن الآلي وحجم شعبيته عشان نقول لك برك في شركات وفي حاجات عايزة نادي الأهلي بش عايزة نادي الإسماعيلي انت هتجبر هتجبرني بقى أنا نادي الإسماعيلي أنا هقولك على حاجة إنه فوقت أول بطولة افريكية دخلتم أفريكيا مش بمزاجنا دي هيا قادر النادي الاهلي الايد في فرق لا یا ناس مثؤول Exclusion لو نرجع هو فرق اجامل جدا لا يا ناس مثؤول في فرق اجامل جدا ونا اخذنا الدول العربية ثم اخذنا أوروبا النادي الاهلي اعلاش شيئئه مش طبيعيه بانتجي فكرون اي ناس في مصري فالطبيعي ان هو ياخد اي نادي في مصر اي نادي في مصر اي نادي في محترام لكل عندها نادي الاهلي ونادي في ملك دين كبار جدا اي نادي في مصر فالزمالكوا بتفرجوا دلوقتي اقول لك لا نادي في مصر انا الجدال ده ما هو جدال محسوم يعني لكن احترم احترم فكرة ان كابتن محمد عبدالله طبعا لعب سابق في النادي في اسماعيل يراه هكذا يراه هكذا هو حور بس عمر سماكة السوق مش بتكلم ع الى اسماعيل محامو 블�البي اتكلم عالد يجب ان يؤكدجا يعني هو عايز يقولك لازمالك ما بيخدش اهد الاهله ثم الاسماعيلي اول فريم فهو wont ki addition ان Mr pen 잡 كان من اكثر المقتنعين والمتمسكين بعمر سماك وقال لي اللعيب ده يستطيع أن يراه ويوصل للمرمى وعنده رؤية ويلعب مع زميله كان يتنبأ له بمستقبل باهر جدا الظروف ما خدمته الظروف والصخافة والشخصية بتاعت اللعيب يقدر يعمل في نفسه وانتايزر فرصة زي وكده أمور كثيرة جدا لكن أنا اللي عايز أقوله أنت مش مطالب أنك تسيق لنادي عشان تبين إخلاصك لنادي أفضل يعني يا جماعة بجد هو أنتوا لسه الناس هتتكلم في الشعبية والرعاية المساء المحسومة ومتقاسة أرقام والشركات الرعية اللي بتدفع لهذا النادي عشان عارفة حجم شعبيته حجم الشعبية جي نتيجة البطولات والبطولات جات نتيجة الشعبية يعني الاتنين مؤسرين في بعض طبعا على فكرة الشعبية بطولات زاد أمور أخرى يعني عندما يكون النادي الأهلي مضل إزا والفخار وإن عظمة النادي الأهلي مش عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم ترجمة حرفية لا النادي الأهلي عنده من الأمور التاريخية اللي بتقول إن شعبته نمت ليه فكرة نشئته الوطنية فكرة ما علينا لكن أنا اللي عايز أقوله إحنا مش عايزين نخش جدل الشعبية ده كتير خلاص لإن ده ترجمة اللي حاسس إن عنده شعبية أكتر يترجم هذه الشعبية في لغة المصالح إحنا ما بنروحش ريه ننافس حد في الشعبية إحنا بناخد شعبيتنا نستثمرها كل واحد من حقه يعمل كده وكل واحد معترض يروح للشركة الرعية يقول لهم الديتو الأهلي ليه كام ومدتوش النادي التاني أو التالت كام حيلاء المسألة حتى لو كان القائمين على هذه الشركات زمال كوية مش أهلوية هم في النهاية ملتزمين بقاعدة الشعبية لخدمة مصالحهم الاقتصادية أنا ماشي برضو عز الأخوة في زمالك ينظروا للأمر اعتبر يعلي مش موجود أنت بتاخد أكتر من إسماعيلي أكام مرة ليه ما بتقولش أنا والإسماعيلي ناخد ذبع ليه الإسماعيلي ما بقولش أخد قد الزمالك ليه الإتحاد ما بقولش أخد قد الزمالك يا جماعة دي أمور صدقوني من العبس الشديد جدا أنك تلققوا الكلام ده بيتناقش للأسف في برامج دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا كل التوفي لمنتخبنا الوطني مسائل أحد قادم إن شاء الله ونلقاكم مسائل إثنين شكرا جزيلا لحضراتكم